الطريقة الثانية التي سوف نتناولها هي الطريقة الأمريكية والتي يطلق عليها بطريقة اليومية والأستاذ هذه الطريقة سميت بطريقة اليومية والأستاذ بسبب اعتمادها على استخدام دفتر يومية أو دفتر واحد كيومية وإستاذ في نفس الوقت وإليك التخطيط لهذا الدفتر إذ يخصص جانب منه لدفتر اليومية في حين يخصص الجانب الآخر لدفتر الأستاذ ومكونات دفتر اليومية تتضمن التاريخ طرفاء القيد المدين والدين كون أن العملية تعتمد نظرية القيد المزدوج ثم حقل البيان التفصيلات وثم حقل لرقم القيد والحقل الأخير لدفتر اليومية هو مبلغ المعاملة في حين بعد ذلك يبدأ دفتر الأستاذ إذ يخصص لبعض الحسابات الأساسية ومنها حساب الصندوق حساب البنك حساب المشتريات وحساب الدائنين وحساب المبيعات وحساب المدينين وحساب المصروفات في حين يخصص الحقل الأخير للحسابات المختلفة التي لم يرد ذكرها في أي من هذه الحقول ولتطبيق هذه الطريقة سوف يتم من خلال المثال التالي في 1-3-2009 بدأت إحدى المنشآت أعمالها التجارية بالآتي أربع ملايين عقار ثمانمائة ألف ريال أثاث مليون وخمس بضاعة أربع ملايين بنك مليون مدينين محلات الصنعاني سبعمائة صندوق أثنعاش مليون رئيس المال وفيما يلي بعض العمليات التي تمت خلال الشهر في اثنين الثلاثة تم شراء بضاعة بمبلغ خمسمائة ألف ريال دفعة نقد في ثلاثة ثلاثة تم شراء بضاعة على الحساب بمبلغ مليون ريال من شركة العدني بتاريخ خمسة ثلاثة تم بيع بضاعة قيمتها مليون ريال بخصم تجاري عشرة بالمية وتم تحصيل القيمة بشيك خمسة في ستة ثلاثة تم بيع بضاعة بالآجل لمؤسسة الحضرمي قيمتها مليون وثلاث مئة ألف ريال في ثمانية ثلاثة تم تحويل مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال من الحساب الجاري بالبنك إلى صندوق الشركة في ثلاثة في ثلاثة تم شراء بضاعة بمبلغ مليون ريال وتم دفع نصف القيمة بشيك والباقي لا يزال مستحقا لمحلات المحويتي في ثلاثة تم بيع بضاعة إلى شركة الجوفي قيمتها ثمانمائة ألف ريال وتم تحصيل نصف القيمة نقدا والباقي على الحساب في ثلاثة تم شراء سيارة على الحساب من شركة القادسية قيمتها خمس ملايين ريال في ثلاثة تم دفع مبلغ ميت ألف ريال نقدا مقابل الإعلان عن نشاط المنشئة في إحدى الصحف والمطلوب تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية والأستاذ وفقا للطريقة الأمريكية لاحظ عزيزي الدارس سوف نعتمد التخطيط الذي تم الإشارة إليه قبل قليل والذي يتضمن دفتر اليومية ودفتر الأستاذ وكما هو ظاهر أمامك نبدأ في العملية الأولى والتي تشير إلى القيد الافتتاحي للشركة إذ يتضمن القيود من مذكورين إلى حساب رئيس المال وبالتالي هذا ما بدأت به المنشئة نشاطها وسوف يكون مبلغ المعاملة 12 مليون ريال سجلت العملية في دفتر اليومية على هذا النهج ومن ثم سوف نبدأ بعملية ترحيل الحسابات إلى دفتر الأستاذ الظاهر جنب دفتر اليومية حيث يتضمن في جانب المدين من الصندوق مبلغ 700 ألف ريال والبنك 4 ملايين وكذلك المدينون مليون في حين تبقى بعض الحسابات الأخرى ظاهرة ضمن الحسابات المختلفة التي لم يرد لها ذكر ضمن هذه الحسابات وبالتالي سيكون إلى حساب رئيس المال والذي يظهر ضمن الحسابات المختلفة بمقدار 12 مليون ريال العملية الأخرى كانت في اثنين ثلاثة وهي شراء بضاعة بمبلغ 500 ألف ريال دفعت نقدا وبالتالي سيكون طرفي القيد الطرف المدين هو المشتريات في حين أن الطرف الدائن هو الصندوق وبالتالي الأمر مرتبط بشراء البضاعة نقدا وبمبلغ المعاملة 500 ألف ريال وعندما يتم الترحيل إلى حسابات الأستاذ سوف يظهر في جانب الدائن من الصندوق 500 ألف ريال في حين يظهر في جانب المدين من المشتريات بذات المبلغ 500 ألف ريال أما بخصوص العملية الثالثة والتي كانت بتاريخ ثلاثة ثلاثة فهي تتضمن عملية شراء بضاعة على الحساب بمبلغ مليون ريال من شركة العدني وبالتالي سوف يكون طرفي القيد المشتريات والدائنون في جانب الدائن المشار إلى شركة العدني وهذا ناتج عن عملية شراء بضاعة على الحساب من شركة العدني بمبلغ مليون ريال وعندما يتم الترحيل إلى حسابات الأستاذ سوف يظهر المبلغ في جانب المدين من حساب المشتريات بمبلغ مليون ريال في حين يظهر في جانب الدائنين وفي الطرف الدائن بذات المبلغ والبالغ مليون ريال أما بخصوص العملية الرابعة فهي تتضمن عملية بيع بضاعة قيمتها مليون ريال بخصم تجاري 10% وتم تحصيل القيمة بشيك لاحظ أن طرفي العملية سوف يكون البنك مدينة كونه أن العملية قد تمت من خلال دفع بشيك والمبيعات لأنها مرتبطة بعملية بيع بضاعة بشيك وكون أن العملية مبلغها الإجمالي مليون ريال ولكن دفع عنها أو سمح بخصم تجاري 10% وأن الخصم التجاري لا يظهر بالسجلات ولكنه يجري احتسابه عليه تم تخفيض قيمة البضاعة من مليون ريال لتصبح 900 ألف ريال أي قيمة البضاعة مستبعدا منها مقدار القصم التجاري الذي تم منحه إلى الجهة التي تم البيع إليها وعندما يتم الترحيل إلى حسابات الأستاذ سوف يظهر في جانب المدين من حساب البنك 900 ألف ريال قيمة البضاعة في حين يظهر في حساب المبيعات في جانب الداعن منها بقيمة البضاعة البالغة 900 ألف ريال أما بخصوص العملية الخامسة التي تمت بتاريخ 6 ثلاثة والتي نتجت عن بيع بضاعة بالآجل لمؤسسة الحضرمي وكانت قيمتها مليون وثلاث مئة ألف ريال لاحظ عزيزي الدارس سوف يكون طرفاء القيد حساب المدينين في الطرف المدين وحساب المبيعات في الطرف الدائن لأن العملية نتجت عن بيع بضاعة بالآجل لمؤسسة الحضرمي ومبلغ المعاملة هو مليون وثلاث مئة ألف ريال وإذا أردنا أن نرحل العملية إلى حسابات الإستاذ فسوف يظهر في الجانب الدائن من حساب المبيعات بذات المبلغ مليون وثلاثمئة ألف ريال في حين يظهر في الجانب المدين من حساب المدينين بمبلغ مليون وثلاثمئة ألف ريال في ثمانية ثلاثة العملية تشير إلى تحويل مبلغ مليون وثلاثمئة ألف ريال من الحساب الجاري بالبنك إلى صندوق الشركة وبالتالي فطرفي القيد تشير إلى أن الصندوق سوف يصبح مدينة في حين يكون حساب البنك هو الطرف الدائن في العملية وهذا ناتج من تحويل مبلغ من الحساب الجاري بالبنك إلى الصندوق والمبلغ كما تم الإشارة إليه هو مليون وتسعمئة ألف ريال وعندما يتم الترحيل سوف يظهر الصندوق مدينة بالمبلغ بينما يكون حساب البنك دائنا بذات المبلغ أما في النقطة السابعة والتي حدثت بتاريخ عشرة ثلاثة والتي تشير إلى أن تم شراء بضاعة بمبلغ مليونيا ريال وتم دفع نصف القيمة بشيك والباقي لا يزال مستحقا لمحلات المحويت وهنا سوف تزداد البضاعة ويكون حساب المشتريات مدينة في حين يكون الطرف الدائن من القيد مذكورين اللي هو طبعا البنك وكذلك الطرف الدائن التي هي محلات المحويت ومبلغ المعاملة هو مليونيا ريال لاحظ عزيزي الدارس عندما يتم الترحيل لاحظ بأن حساب المشتريات يصبح مدينة لأن البضاعة قد ازدادت بمقدار مليونيا ريال في حين أن حساب البنك دائن لأنه قد دفع نصفها بشيك في حين يبقى علينا في الطرف الدائن لحساب الدائنين وهم محلات المحويت بنصف المبلغ من قيمة البضاعة التي بلغت مليونيا ريال عندما نتقل إلى المقطة الثامنة والتي تشير بتاريخ 11-3 بأنه تم بيع بضاعة إلى شركة الجوفي قيمتها 800 ألف ريال وتم تحصف نصف القيمة نقدا والباقي على الحساب لاحظ عزيزي الدارس بأنه سوف يكون هناك في الطرف المدين من القيد عبارة مذكورين لأن هناك حسابين سوف تتأثر وهم حساب الصندوق الذي ازداده بنصف القيمة في حين بقي على شركة الجوفي نصف القيمة لتظهر في الطرف المدين وحساب المبيعات وهو نقص البضاعة بكامل المبلغ الذي ظهر بمقدار 800 ألف ريال والذي يمثل مبلغ المعاملة وعندما يتم ترحيل لاحظ عزيزي الدارس سوف يزداد الصندوق فيصبح مدينة بنصف القيمة البالغة 400 ألف ريال بينما المبيعات تشير إلى نقص البضاعة وبالتالي ظهورها في الجانب الدائن بقيمة البيع البالغة 800 ألف ريال وأما المدينون فيظهرون بنصف القيمة في الجانب المدين والبالغة 400 ألف ريال أما بخصوص النقطة التاسعة والتي تشير إلى أنه في 13 ألف قد تم شراء سيارة على الحساب من شركة القادسية قيمتها 5 ملايين ريال وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الطرف الأيمن من القيم سوف يشير إلى الحسابات المختلفة وهو يرمز إلى السيارة لأنها لم ترت في الحسابات الظاهرة في دفتر الأستاذ والجانب الآخر من القيد سوف يكون إلى حساب الدائنين والناتج عن عملية شراء سيارة من شركة القادسية على الحساب وبمبلغ المعاملة الظاهر أمامك والبالغ 5 ملايين إذ يظهر في جانب الداعنين في جانب الداعن منه بقيمة المعاملة في حين يظهر وهو دالا على السيارة في الحسابات المختلفة بذات المبلغ والذي يشير إلى 5 ملايين ريال أما بخصوص الفقرة الأخيرة بتاريخ 15 ثلاثة وهو دفع مبلغ 100 ألف ريال نقدا عن مصاريف إعلان وبالتالي الطرف الأيمن من القيم سوف يدلل على وجود مصروفات في حين يكون الطرف الدائن هو الصندوق لأن العملية تشير إلى دفع مصروف إعلان نقدا ومبلغ المعاملة هو 100 ألف ريال وبالتالي فالصندوق يظهر دائنا لأنه قد دفع هذا المصروف بمقدار 100 ألف ريال في حين يظهر حساب المصروفات في جانب المدين بذات المبلغ وعندما يتم الانتهاء من تثبيت كامل العمليات لاحظ عزيزي الدارس لو أخذنا على سبيل المثال نأخذ حساب الصندوق لنعلمك كيف يتم عملية ترصيد هذا الحساب لاحظ 700 ألف ريال في جانب المدين مضاف إليها مليون وتسح ويضاف لها 400 ألف ريال لاحظ سوف يظهر أمامك الإجمالي والذي سيكون بحدود مليونيا ثلاث ملايين ريال في حين يكون الجانب الداعن من حساب الصندوق هو 600 ألف ريال أما بالنسبة إلى المنقول فهو المتمم الحسابي الذي سوف يظهر في الجانب المدين بمقدار مليونيا 400 ألف ريال وعندما يتم تطبيق ذلك أيضا على حساب البنك فالمبالغ مجموع المبالغ في جانب المدين من حساب البنك 4 ملايين ويضاف لها 900 ألف ريال سوف تظهر في الجانب 4 ملايين مضاف لها 900 ألف ريال في حين يكون مجموع الجانب الداعن من حساب البنك هو مليونيا 900 ألف ريال وبالتالي فإن الرصيد المنقول الذي يمثل المتمم سوف يظهر في الجانب المدين كون أن الجانب المدين هو الأكبر من الجانب الداعن وبمقدار مليونيا ريال وهو يمثل رصيد حساب البنك وهكذا يمكن تطبيق هذه الخطوات التي تمت بالنسبة إلى حساب الصندوق وحساب البنك على بقية الحسابات ومن هذا فقد قمنا بعملية تسجيل العمليات ثم ترحيلها ثم عملية ترصيد تلك الحسابات في دفتر الأستاذ وفقا للطريقة الأمريكية